بسم الله. اللهم قوة. على هذا الفيديو راح اوضح فيه اشرح فيه chapter 10 قبل ما بلش عن chapter 10. فنحكي كم شغلة سريعة. شو احنا اخذنا احنا مات الفيرست اول اربع تباتر. الاشي الهم اشي فيهن اخذنا اللي هو مش سوبر مش نودة سوبر نودة. chapter 5 تابع اللي هو داخل بالسكند اخذنا ابليكيشن. هسا لعند نهاية chapter 5 احنا هيك خلصنا مع التسيركت. شو حكيت الكل ما جيتش راح chapter 8. هس فيه عندي بدي ازيد. يعني بدي اصير انا اتفنن. يا بروح طريق اليمين يا بروح طريق الشمال. الطريق اليمين اللي رحته لما رحت ايه وين? عال chapter 8 اللي هو بدايته ب chapter 7. انه انا قلت مرات انه اتعرفت شو هو الكاباستور. تعرفت شو هو الاندكتور. وروحت عال chapter 8 اللي هو الار سي سيركت والار ال سيركت. وفي اشي بتاخدوه طلاب ال212 او طلاب الكهرباء بالفاينال اللي هو chapter 9 لما هو الار ال سي. هس الناحية الثانية اللي بدنا ناخذها اللي هو الكمليكس. اللي هو شابتر عشرة. هس السؤال قوي. لو انا سألتك قلت لك كيلو تفاح كيلو برتقال كيلو موز. قديش بصيرو? اي واحد منكم رح يقولي ثلاث كيلو رح اقول له غلط. ليش? لانه التفاح مزين موز. وهذا هو فكرة جبتر عشرة. باختصار. جبتر عشرة. نفس الدوائر اللي كنت اتعامل فيها مات الفيرست. تمام? بس انه هس بدأ صرت اشوف هنا مقاومة. صرت اشوف كباستر. صرت اشوف اندكتر. المقاومة. ريزيستر الكباستر. المواسعة. الاندكتر. المحاثة. طب هاذا وحدته اوم. هاذا وحدته فاراد. هاذا وحدته هندري. هل بتقدر اتعامل معهم كل واحد وحدة لحال? اكيد ما بقدر اتعامل معهم. طب شو الحل? الحل انه اعمل لهم كوكتيل. اقول لجدتي الله يرحمها. حطهم بالور عن الخلاط. يقلبوا كلياتهم زي باق. وهون تابتر عشرة. الخلاط اللي عندي. اللي هو نظام الكومبلكس. يعني. انا المقاومة. لما اوديها على الكومبلكس. بيضر مقاومة. الاندكتر لما اوديها على الكومبلكس. شو بصير? جي اوميجا ال. هسا بكل اشي رح وضعه. الكباستر لما اوديها على كومبلكس. بصير واحد على جي اوميجا سي. ااذا شو كانت وحدستها اوم? هي شو عدتها اوم? هي شو وحدستها هنري? هاذا كامل لحد كامل اشو وحدته اوم? هاذا شو وحده ا odpowied튼ه فرد. هاذا لحد كامل. شو حدته اوم. اذا صارت اوم اوم اوم. اذا انا اعملت حيلة. اعملت تحر عملت حيلة عدل السؤال. حولتم كليتم لايش? لا اوم. هذول شو بسميهم بسميه اللي هو زت يعني هذا بيعامله معاملة المقاومات بس انه انا يعني كونه اش جديد يعني اذا بسموه بعد اخر اللي هو اللي هو الزت ولا معاملتن نفس معاملة المقاومات اذا انا عفنا هالشغل هاي بيجي رح يسألني واحد سؤال يقول طب انا في شفت اشي انت كتبته جي و اوميغا شو هذولة بقول لك ابشر حسن بشرح لكيهم اول اشي هسه لما كان عبدالله في صف رابع با اجت المس قالت له قدش جذر الاربعة قالها اثنينة ما بدأين جذر الاربعة هو اثنين وسالب اثنينة لما رجعت قالت له قدش جذر السالب اربعة قالها لا يجوز لا هو يجوز اول شي شو هو الجي الجي اللي هو الكمبليكس اللي هو جذر السالب واحد اللي هو بالقالة الحاسبة ايو الاي ايو هاي القالة الحاسبة اللي انا رح استعملها بدون القالة الحاسبة ولا اشي انا بالشابتر هاضه هسه في ممكن في بعض الناس مرحوم هالات الحاسبة الاحدث من هاي على اليوتيوب بيطلع كل اشي اما انا بالنسبة لي كل تعامل مع القالة الحاسبة هاي طيب نأخذ خصائص للجي هسه اللي قلت جي ضرب جي جي ضرب جي جي تربيع يعني قديش سالب واحد طيب واحد على جي سالب جي طيب واحد على سالب جي جي طيب شو كفيه كمان خصائص للجي الجي هنا فسه واحد بزاوية هاي زاوية بزاوية تسعين سالب جي هي عبارة عن واحد بزاوية سالب تسعين خلصنا من الجي قلتنا شو هو الجي طيب شو الاشي الثاني اللي انا حكيته هوا شوي يعني انا اللي ما جيت حول مقاومة الاندكتور كباستور شفت اشي اسمه جي وفي اشي اسمه اوميغا شو الاشي شو الاميغا هاض اشي اسمه اوبريشن فريكوانسي الاميغا اسمها اوبريشن هتوقع هاي بكتابتي صح اوبريشن 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 الاميغا اوبريشن فريكوانسي اذا بدك برضه اشي دلالة اخرى وحددتها وحددتها راد لكل سكند طيب طيب هاي الاميغا منين بدي باون هاي جبتر مش راح يتفهم اشي لا تتلمل المعلومات شوي شوي يعني حتى لو بعدك ضايع لحد الان خليك الاميغا ممكن الاقيها جاهزة يعطيني هاي بالسؤال يقولني مثلا الاميغا تساوي كذا ممكن يعطيني الفريكوانسي تردد اذا اعطاني الفريكوانسي اللي هو التردد شو بقول الاميغا تساوي اثنين باي الفريكوانسي شو كمان مره زمان اعطاهم البيريوت اللي هو طول الموجة كاملة من البيريوت شو بقول واحد على البيريوت يعطيني الفريكوانسي اضربها بالاثنين باي تطلع عندي اوميغا اكثر صيغة انا رح اشوفها يا ايما رح تكون جاهزة يا هي الصيغة الثالثة اللي هو انه انا مثلا بكون عندي سورس ان كان فولتج او تيار مثلا بكون خمسة كوساين مية تي زائد سبارتاش شايفين هاذو معامل تي هاذا اوميغا يعني جاهزة يعطيك فريكوانسي او انه انا بطولها من سيغة التايمتوين اذا انا بعد ما عرفت انا شو هي اوميغا وشو هي اذا انا حاليا عشان يعني ها بلشي تابتر يخلص اذا انا اللي اكتشفته اللي انا عندي ثلاث ابعاد بالسيستم بدأتعلم بناتهم البعد الاول اللي هو ايش التايم اللي هو الصاين والكوساين البعد الثاني اللي هو الفيزر اللي هو بدأت ار بزاوية ثيتا البعد الثالث اللي هو الكومبلكس اللي هو اي زائد بي جي هلا لو انا قاعد بغرفة وحكيت لك اطلع الشارع مثلا هل ما بتقدر انت بلمحة النظر من غرفتك تصير بالشارع اكيد لازم تمر من خلال الومر اخون نفس الاشي لو اقول لك حول اي اشي بناتهم ما بقدر انا احول من تايم لكمبلكس ولا بقدر احول من كومبلكس لتايم دائما step by step step by step اذا انا حاليا شو بدأتعلم بدأتعلم التحويل بين الابعاد تدور واحد اثنين ثلاث بيجي واحد بسألني اقول طبعا انا ليش بدأتعلم التحويل بين الابعاد بقوله كالتالي انا اول شغلة احسن لك ادام لما نحل اسئلة احنا دائما احلى صيغة نتعامل فيها ومنحبها صيغة الكومبلكس لانه يعني شغلها بالضرب بالقسمة بالجمع بالطرح شغل الكومبلكس والشغل الصح ما منقدر نجمع بالتايم ولا منقدر نجمع بالفيزر يعني الفيزر يعني فانا دائما كل شغلي بحول كل اشي لكومبلكس وبطلع الجواب اذا انا بدأتعلم التحويل من هون لهون طيب ممكن واحد سألني بقول ليش بدأتعلم التحويل العكسي بقولك لانه مرات لسببين اول سبب مرات بيجي بقولك مثلا طلع لي ال-I of T لما يقولك مثلا I of T معناته هو بديو اياها باي دلالة دلالة ال-time domain معناته انت الجواب اللي بديو اطلع معاك بلك ترجعه ال-time السبب الثاني اللي هو شابتر 11 شابتر 11 هو عبارة عن قوانين تصفيد قوانين تمام ايوه شابتر 11 اكتر صيغة باحتاجها صيغة الفيزر فانا داما بدأتعلم التحويل العكسي اذا تعلم سلافة التحويل اذا تعلمنا سلافة التحويل انتهت الامور بمعنى انتهت الامور ليش لانه انت اذا تعلمت التحويل بس ضل انه ابلش احل اسئلة طيب بتاع خلنا نحل اول شي من واحد لاثنينة وننتعلم كيف نتحويل من time domain لفيزر طيب ناخد امثلة خمسة كوساين 20T زائد 17 هاي شو تحويلها هزا داما معامل T هذا شو هو هذا اوميغا انا داما بدأ احويل من time لفيزر بقول الكوساين بايش مضروب هاي بخمسة بتنزل الخمسة زي ما هي بزاوية قديش الزاوية لما بعد T 17 طيب ناخد مثال ثاني 12 كوساين 100T 12 بالزاوية شو بعد T في ششة 0 70 كوساين تي ناقص 20 بايش مضروب الكوساين 70 بزاوية بايش بعد T سهلة ب 20 طيب ناخد كمان 30 ساين 7T زائد 15 بقول بايش مضروبه 30 بزاوية بزاوية 15 15 برجة شو بقول ناقص 90 يعني زاوية راح تكون 15 راح تكون 15 ناقص 90 يعني ناقص 75 ليش عملت ناقص 90 لأنها ساين طيب ناقص طيب ناقص مثال ثالث أو رابع أو خامس 10 سالب 10 كوساين 10 أو 100 زائد 50 ناقص 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 سالب 10 بزاوية 50 طب هل مر عليك سالب 10 أصلا هاي شو هذا اللي أخذه التحليل الوسيط طول وزاوية مر عليك طول سالب لا إذن هاي لو حضرتها بالألحاس بيعطك إرر إذن شو بتروح وتقول هي 10 بزاوية 50 زائد 180 ليش أنا زائد 180 عشان السالب الخارجي إذن نقدر نلخصهم نقدرش نلخصهم نقدر نلخصهم نقدر نلخصهم إذن باختصار دائما بس أحول من 1 إلى 2 باجي أنا بقول كوساين أو صاين شو البرة مثلا هاي إثناء الأوضحة خمسة بننزلها شو الزاوية بننزلها أول تشك برجع تفقد صاين أو كوساين إذا كوساين تمام إذا صاين بروح على الزاوية وبطرح منها 90 ثاني تشك بقول الرقم اللي نزلته هل هو موجب أو سالب إذا أنه موجب عادي إذا أنه سالب بروح بشيل السالب بروح على الزاوية بجمع 180 بجي واحد يسألني مثلا محمد يقول طب افرض إنها كانت سالب وصاين بسيطة افرض إنها كانت سالب وصاين هاي مثال سالب عشرين صاين سبعة تي زائد ثلاثين بقول بسيطة أول شي شو الرقم هاي عشرين بزاوية ثلاثين لأنها ساين بدي أطرح تسعين ولأنه بره في سالب بدي أجمع 180 يعني وكأني أنا زمعة تسعين تمام هاي احنا تعلمنا من واحد لتنينة اي حد عنده سؤال يساعد طيب تعلمنا كيف نحول من واحد لتنينة طيب تعال نحول من اثنين لواحد افرض من اثنين لواحد افرض إنه كان أنت حلّيت سؤال وطلعت معك مثلا لما حولتها تعرض معك خمسين بزاوية ثلاثين وكان الأوميجا بالسؤال مية هسا التحويل الدغري شو هو بقول خمسين كوساين مية تي والزاوية زائد ثلاثين تعانكم التبل ممكن أنا ملاقيش خيار هذا كيف ممكن يلعب به بالسؤال بسيطة شو عكس خطوة قدام خطوة وراء يعني أنا ممكن أشوفها خمسين صاين مية تي زائد مية وعشرين شو اللي عملته ملت صاين وجمعت تسعين ليش؟ بدك تعمل تتأكد تعال هاي لو بد أرجحها شو أقول خمسين بزاوية مية وعشرين لأنها صاين اطرح تسعين مية وعشرين ناقص تسعين رجع ثلاثين وهكذا اثنين لثلاث وثلاثة لثنين آلة حسبة هسا دقيق وماية مزبوطة هاي الآن للحسبة تمام؟ أول شيء عشان أفعل الكمبليكس لازم أحط مود هايها المود أحط كومبليكس كدش رقم كومبليكس اثنينة دعا خلنا نحوو من الثنين إلى ثلاثة ومن ثلاثة اثنينة أول شيء من الثنين إلى ثلاثة خلنا نحوو نفس الرقم هذا خمسين بزاوية ثلاثين كي بدأ عووطها أقول هاي خمسين شفت ليش؟ شفت بفعل الأصفر وين في إشارة الزاوية هايها هاي وين الناقص في إشارة الزاوية بحط الزاوية هاي خمسين بزاوية مبدأين إذا كنتش حاط مود كومبليكس مش رح يطلع معاك طيب قليش الزاوية ثلاثين هاي ثلاثين خمسين بزاوية ثلاثين الستاندرد بالأل حسبه الكومبليكس مجرد أنت ما كفست كبسة يساوي تحولت عندي لكومبليكس هايها هذا الرقم توخله كامل تقول خمس وعشرين جدر ثلاث زائد خمس وعشرين جه ودائما إذا بيطلع معاك كسور معاك كسور في عندك كبسة هاي استوديا تضكيها بالتفصيل تمام إذن شو ما كان الرقم أكيد مش رح تعوض مثلا سالب عشرة بزاوية ثلاثين لأن احنا حكينا فيش إش سالب عشرة شو أفرض كان الرقم هذا بزاوية سالب مثلا سالب هذا الرقم بس مجرد ما أنت كفست يساوي هاي بطلع الرقم هاي استودي هاي سالب أربعمية أربع تلاف سالب خمس واربعين ألف وستمية واربعة عش فاصلة سبعة ناقص سبعة واربعين ألف ومتين وخمس وثلاثين فاصلة أربعة جه هاي هاي التحويل من اثنين لثلاث طيب من ثلاثة اثنينة شو ثلاثة اثنينة اللي هو لما يكون عندي كومبليكس أرجع له فيزر أقول بسيطة أول إشي لازم الآل الحاسبة تكون كومبليكس طيب الآل الحاسبة كومبليكس تعخنوا مثال مثلا خمسة زائد ثلاثة الجه كيف تكتبها بكتب خمسة زائد ثلاث هيها الجه اللي عند الانج حسا بالكتاب داما شو كيف مختب لك إياها جي الثلاثة إذا حطرت بالآل الحاسبة جي الثلاثة بيعطيك إرار داما رقم قبل الجه خمسة زائد ثلاثة جه طيب كيف نحول هالرقم زاوي حطوا يساوي بعدت خمس زائد ثلاثة جه بك بس شفت عشان أفعل اللون الأصفر وين رقم الثلاثة هاي ها مش مختوب عند الثلاثة كومبليكس يقولي أي صيغة بدك إياها أنا بدي أحولها للصيغة رقم ثلاثة اللي هي ر بزاوي ثلاثة بقوله بدي إياها ثلاثة يقول هالالأنصب لك إياها ثلاثة اللي هو ر ثلاثة اللي هو ر ثلاثة بعطيه يساوي وبعطيها أستودي عشان أبسط إذا تشوفوا تحويلها هو خمسة فاصل ثمانية بزاوية ثلاثين فاصل تسعة طيب أنا حكيت قبل شوي أن الجي هي واحد بزاوية تسعين داخل نجرب هاي الجي شفت أول شي دقيح حطيت الجي بحطيه يساوي بقول شفت ثنين ثلاث يساوي واحد بزاوية تسعين طب هالالواحد بزاوية تسعين جي كيف قلنا نقول واحد شفت هاي الزاوية تسعين هالواحد بزاوية تسعين هالواحد بزاوية تسعين 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 شايفين الخطوة هاي اللي أنا عملتها حاليا خلاص هيك أنا خلصت الشابتر ليش خلصت الشابتر لأنه المادة حاليا اللي بظلت هي عبارة عن مادة فيرست كيف يعني مادة فيرست يعني مش أنت هسا أخذت تعلمنا شو هو الكمبليكس وحركات الكمبليكس وشغلات الكمبليكس هسا بس فكرته بسيطة هسا بترجع بتعيد المادة من شابتر ثلاثة بتعمل كوفلانت طلع مش طلع نودل أي شي شو الاختلاف الوحيد اللي عندك يعني هون فيش عندي باور هون يعني بتشابترها بتضمنك يا فولتج يا تير يا مبيدنس محصلة لهي الزت الواي العكس الزت واحد على زت طيب شو الفرق اللي عندي الفرق عندي شغلة واحدة هسا أنا بأيام زمان لما كنت حل كانت الأسئلة اللي يجي حل نودل سوبر نود مش سوبر مش يا تطلع معي معادلة واحدة مجهول واحد وحلها بإيدي يا تطلع معي معادلتين مجهولين وحلها على الألحاسبة يا تطلع ثث معادلات ثث مجهول وحلها على الألحاسبة هون بالتابتر هاض الألحاسبة فوقي ليش الألحاسبة بتقول لك أنت كيف انت تحل الألحاسبة بتقول مود خمسة عشان equation هل تحل المعادلات بس الألحاسبة شو بتقول لك انت مخترت مود انت بدك كومبلكس 2 ولا بدك equation 5 أيض ولا سود إذا ما في عندي معادلات بنحلن ما عندي معادلات بنحل وين على الآل اللي حاسبة دائماً أي سلبية إلا إيجابية إذن هون بالأسئلة هاي بالأسئلة هاي يا إما بتيجي معادلة واحدة بمجهول واحد ماكسمم معادلتين بمجهولين لو أجد معادلتين بمجهولين هسرح أعلمكم طريقة الحل تبعت المعادلتين بمجهولين لاحظوا إنه لو الآل الحاسبة هاي مود واحد الآل الحاسبة لو كانت مش كومبلكس لو بدي تضل أكبس على جبعة الجي ما بتطلع لازم تكون الآل الحاسبة كومبلكس نأخذ أمثل يعني لو أورجي كواس مثال مثلين ثلاثة خلص بصفة عبارة عن مادة عادة تعالوا هلا أنا بدأ من بنصح الطلاب تبلش من إكزامبل عشرة وستة من إكزامبل عشرة وستة وطالع لو تحلك لكل الإكزامبل عند إكزامبل عشرة وستة وطالع لتخذ إيدك على الوضع تكون أمورك مية بالمية الحمد لله طيب شوفوا المثال هذا أقول لك determine the equivalent impedance بدوا المحصلة زي أيام زمان كانت شو اسمها المقاومة المحصلة للسيستم هذا هل بقدر أشتغل بالسيستم هو هيك؟ أكيد لا طلوا عشرة أوم 200 ملي فراد 2 هنري هل ما بقدر أشتغل فيهم هيك؟ إذن دائما أول خطوة لازم أوحد كل إشي كيف ده واحد؟ هل معطيني أوميغا بالسؤال؟ أو معطيني هيه بالسؤال given an operation frequency of 5 رات لكل سيكند إذن الأوميغا كم تساوي خمسة شوفوا هوا الكتاب محولا هيه رجع نقول للأوم طيب أتأكد أنه بتحويل الكتاب صح أنا بأشوف أول إشي أعطيتكم إياه المقاومة الضزمة هي هاي المقاومة عشرة شو صار المقاومة؟ عشرة طب تعالي نشوفوا الكاباستور 200 ملي فراد بأرجع أنا بأتذكر بقول أنا شو حكيت بنسبة الكاباستور الكاباستور كيف بتحول واحد على جي أوميغا سي باجعنا على الآل حسبة بحط المود لتبع الكوملكس اثنين برجع بحط كسر بقول واحد على جي أوميغا سي هاي واحد على جي اللي هي اللي بكبس انت هاي جي ضرب أوميغا بالسؤال قديش خمسة ضرب قديش قيمت سي 200 ملي بتنسوش الوحدات بقول 200 في 10 ملي لهو سال ثلاث هاي الجاهزة بحط جساوي ريس طرعت معي سالب جي إذن تحويل الكاباستور هات 200 ملي فراد بطلع سالب جي يا سلام هاي سالب جي طيب تعال نشوف الاندكتور اثنين هنري أنا بعرف انو الاندكتور شو يساوي جي بأوميغا بالل جي ضرب اوميغا خمسة خمسة جي ضرب المقدار اثنين عشرة جي هاي عشرة جي إذن صارت تحويل 100% طيب بعد ما حولنا هن كيف نعمل محصل لهذول يكون بساطة سيما كنا نشتغل ايام زمان بعتبر انو كان مقاومات هاي برال هو بدو المحصلة من هون دائما اي محصل بدو ياه من جهة بنضطع الجهة الثانية ببلش امشي لعنتا إذن هذول ثنتين براليل محصلتين سريز محوذول كلاتهم براليل محايا تعال نحطهم على الحاسبة دائما لما يكون في عندك كومبلكس اهم ايش الاقواص ليش لانو مثلا لو قولنا خمسة زائد ثلاثة جي لو بدو ضربها بخمسة زائد ثلاثة جي إذا قلت ضرب خمسة زائد ثلاثة جي هاي كيف راح يعملها لو انت عمل زيك ما عطتش اقواص راح يضرب ثلاثة جي بالخمسة ويجمحن فانت دائما إذا بدك تضرب مثلا خمسة زائد ثلاثة جي بتحطوه نقوس وهون قوس طيب تعال نشوف أول شي سالب بوينت فور جي وستة شو علاقتهم مع بعض براليل كيف احنا بكونن عن مقاومات براليل حاصل ضرب ومجموحهم سالب بوينت فور جي ضرب ستة على سالب بوينت فور جي زائد ستة هذا المحصل تبع التن طيب شو علاقتهم مع العشرة جي سيريز زائد عشرة جي شو علاقتهم مع السالب جي برضو سيريز سالب جي طيب كلها تن شو علاقتهم مع العشرة براليل لان في سلكين طلعت باج باستخدم خيار الانصر شو بقول بحط كسر يعني الجواب اللي طلع معي انصر ضرب عشرة على الانصر زائد عشرة انصر ضرب عشرة على الانصر زائد عشرة هاي ساوي حط استودي عشان تشوف الرقم مضبوط اربعة فاصل اثنين خمسة خمسة زائد اربعة فاصل تسعة اثنين تسعة جي افرضوا ان السؤال قليا بدي اياه بالبولر فورم قولنا كيف منحول البولر فورم نقول شفت اثنين كيف تقومها ثلاث وهي ساوي كليس طلعت ستة ونص بزاوي تسعة واربعين ايها ستة ونص بزاوي تسعة واربعين صعبة ما فيها اي شي هذا السؤال عشان منهسة كثير طلعت الله واربعين تسألني عنه معنى انا بالعادي بخليه فكرتك التالي اول شي اول خطوة يعني حلوه وتأكدوا لازم يطلع معكم نفس الاجوبة اول خطوة الأوميغا تساوي ألف فرات ألف بروحنا بحول الاندكتور بحول الكاباستور بحول الكاباستور بحول الاندكتور بدو المحصلة A و B و C اول وحدة A بدو اياها بين مين بين A و J وين بدو اياها بين A و J دائما اي محصل مطلوبه عن نقطتين شو سوي انت بتسحب خطوان بتسحب خطوان بدو عند A و J بعد ما تكون محولتين اذا لو بدو A و J بتيجي اذا هي عبارة عن هاي برل المحاي سيليز محاي برل برل طب مطلوب الثاني بدو بين B و J يعني بدو بين B و J شو سوي بتسحب هات خط بتسحب هات خط تيجي هون بتقول هاي برل المحاي سيليز محاي برل برل طب الثالثة اللي هي لكثير الناس بس تصعبوها بين A و B هاي A و هاي B اسحب خطوان وسحب خطوان بتقول انت حولت كل اشي بتقول هاي محاي برل و هاي محاي برل صرفت وحدي هون وحدي هون المحصل اللي هون واللي محصل اللي هون سيليز كلياتهم برل 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 حلو طيب ننتقل هسا على السؤال البعضية سؤال عشر لسبعة شو بقول لك find the current I of T in the circuit معطيني دارة وبدو انه ايش اطلع له I of T التيار I of T يعني انا اروح اطلع للتيار اللي هون وبدأ من انه قال I of T معانا تبدو اياها بايش بالتايم دومين طيب بسيطة جدا شو طرق الحل السيركت طرق الحل السيركت طريقتين يا مش يا نودل بيجي واحد نطلع بقولي سوبر مش و سوبر نودل بقول له خلاص لما اقول لك مش انا قصدي مش و سوبر مش لما اقول لك نودل انا قصدي نودل و سوبر نودل طيب لو هذا السؤال بنا نحله شو في اقتراحات مش مش هونة انت بتحل بأي طريقة بدك اياها مثلا ممكن واحد شو يقول يقول مداما انا بدي تيارات خلنا نحلها على المش هيا I1 وهيا I2 و I1 هي نفس الآية اللي هو طالبها بقول له اوكي بس هل في خيارات ثانية بيجي واحد بقول لي لا خلنا نحلها نودل بقول له نودل كم نودل هون عندي هاي وحدة وهاي وحدة وهاي ground وهاي مهم طلعت الان بس نودل وحدة بقول لا ما هتحلوا عن نودل شو يعني قصدي قصدي انه دائما هون بالاسئلة هاي انت بدك تحل يعني بأقصر طريقة ممكنة يعني تحاول قد ما تقدر ان تلاقي معادلة وحدة انسكرت معك معادلتين بس طيب تعال خنحل السؤال فيوش اشي اول اشي هل بقدر تعامل مع الدار زي هيك مقاومة اندكتور كباستور لده هنري فراد اوم لا هل في اوميغا بالسؤال هل معضيني اوميغا بالسؤال لا طب خيار الثاني طلوا على الفولتج المعضينية اربعين ساين ثلاث تلاف تي احنا دائما حكينا معامل تي هو اوميغا اذا دغري بقول اذا اوميغا تساوي ثلاث تلاف تعال نحول السؤال كامل اول شيء من الفولتج اربعين ساين ثلاث تلاف هاي شو بتتصير بتتصير اربعين بزاوية صفر ولانها ساين سالب تسعين اذا شو صارت اربعين بزاوية سالب تسعين باجعل اللي حسبة بحوض اربعين شفت زاوية سالب تسعين طلعت معي سالب اربعين جه دائما حول كل اشي لكمبلكس هو بالكتاب بحول اشي لصور صوري بس انت لأ حولها باجي انا على الاندكتور بقول ليش قيمته واحد على ثلاث شو تحويله جه اوميغا ال جه ضرب اوميغا ثلاث ضرب ال واحد على ثلاث والكاباستور واحد على جه اوميغا سي وتنسوش انه مايكرو بعد ما حولت طلع معه وقيمة الاندكتور واحد جه وقيمة الكاباستور سالب اثنين جه طيب تعالوا وننحلها على النودة كيف ننحلها كم نودة عندي هاي ها وحدة لو اضلع النودة هاي فرط السؤال ليش؟ لانه انت نودة وحدة اذا ضلعت اي تيار هو شو يساوي منين انطلق ناقص منين انتهى على المقاومة يعني انا خلني ارسم الرسمة بصورة ثانية هاي الفولتج مقداره سالب اربعين جه مش هو طلعه اربعين بزاوي سالب تسعين احولها على اللي حسبة بتطلع سالب اربعين جه هاي المقاومة مقدارها الف وخمسمية بدي اشياء اكتب كيلو وهاي المقاومة ها بزا حطها مربع مقدارها الف جه وهاي المقاومة الف وهاي الكباستر مقداره سالب الفين جه جه اوم 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 هيكسار الدارة هاي حطت مربع على مكان الاندكتور وحطت اندكتور حط وحطت مربع محل كباستر الاشي المهمي لازم تعرفون اوم 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 انا بدا اوجد التيار هون انا مثلا احلا بسخدام النودل كونها معادلة واحدة تعالوا كم نودة؟ واحدة اللي عليها راح عليها مجهوليها في ناس بقولك وفي عندي نودة هون بقولوا بس النودة هون هي جاهزة ليش؟ كون انا نرفض فارض هذا تمام؟ فالنودة هون هي عبارة عن شو اه في ناقص صفر سالب 40 جه اذا النودة هون كم تساوي؟ سالب 40 جه يعني فيش جاعة افرضها بقوا تفرضوها افرضوها اذا هنا هاي بس النودة التمنية تعالوا خلنا وجدها في ناقص قيمة الفولتج هذا اللي هو ناقص 40 جه المقاومة المرعة لها 1500 زي هون في ناقص صفر على المقاومة المرعة لها ألف جه زيت شو اللي هون ألف ناقص ألفين جه شو جوابها؟ اللي بيقول ناقص ألف غلط لأن هاي مقاومة وهاي مقاومة بس هاي بدون جه هاي بدون مع جه ألف ناقص ألفين جه بصير 1000 ناقص 2000J يعني V ناقص صفر على 1000 ناقص 2000J يشاوي صفر كيف لك تحل المعادلة هاي تعلموا الطريقة باجي أنا وشو أقول أخذ V عامل مشترك تعال شو نمع ال V 1 على 1500 زيت 1 على 1000J زيت 1 على 1000 ناقص 2000 J شفتوا كيف أخذت أنا فيه عامل مشترك يساوي شو ضرفي عندي إشي هيو ناقص 40J زائد 40J على 1500 نقولها الجهة الثاني بترجع ناقص 40J على 1500 إذن على الآلة الحاسبة روح يجمع لي هذول كيف بدأ يجمعهم باجي أنا بفتح بحط كسر وأقول واحد على 1500 زيت واحد على 1000 J زيت واحد على 1000 ناقص 200J يساوي هذا اللي أنا حسبته حسبت الكسر هذا اللي هو معامل V لو أنا بدي أوجد V لحالها بدي أقسم على الحد إذن الجواب لطلع معي خلينا نستخدم الأنصر هيا لازم تكون عندك استبلتي عالي بالله حسبة هيا كسر وهيا كما كسر شو الجواب سالب 40J على 1500 إذن سالب 40J على 1500 تقسيم الأنصر تطلع عند ال V هيا ال V إذن كنت ستلعت معي 14.4 ناقص 28J دخلي أنا برضه هنحنشوفه على أقل حسبة شو السؤال طالب مني طالب مني طب أنا بعرف أنه أي تيار هو من لين انطلق ناقص منين انتهى على المقاومة منين انطلق رفتح كسر جديد منين انطلق من قيمة ال V اللي هو سالب 40J ناقص منين انتهى بالنودة اللي طلعت معي هاي أنصر على شو المقاومة المشاعلها 1500 يساوي الجواب أدو يا إيش بالبولر هاي الجواب طالب معي بالكمبلكس بقول shift اثنين ثلاث يساوي هاي أستودي شو طلع الجواب هاي 016 بزاوي سالب 26 هسا هو بدي آي أوف تي يعني تايم شو برجع بقول إذن هو 0 بوينت بوينت 0 واحد سيكس كوساين شو لقم يقري ساخد منها بالسؤال الثلاث ما تخلنا حلميش بقول لك طب دقيق لو بدي حلو نودل معادلة واحدة حاول قد ما تقدر تروحش على المعادلتين لأنه هون بديك تحلو نودل هاي هنودل واحد زيقبو شوية بعد ما توجدتها بدك آي ون هاي ناقصهاي على هاي بدك آي تو هاي ناقصهاي على هاي بدك آي ثدي هاي ناقصهاي على هاي يعني بسرعة بتطلع ما في دعا يعمل معادلتين شو كمان الادبينتنس اللي هو واحد على زيت يعني مرات انت هال في شي سؤال مرة موجودة يعني لما كنا مات لما كنا نلاقي شو بسوي بروح انا بمسك هاي 40 ميلي سيمينز بقول واحد على 40 ميلي تقلب اوم هاي سالب 25 ج ميلي سيمينز واحد على سالب 25 ج ميلي تقلب اوم طيب شو ظل عندي هسا بالفكرة هون عادي هسا ظل أسيلة نودل وميش وسوبر نود وسوبر وميش وحتى ثفنن يعني يعني هسا ظل أني أحلكو كمان سؤال أو سؤالين خليهم للفيديو البعد الفيديو هاف شكرا للمشاهدة